اه هنحلم مع بعض السؤال بعد رقم 18 بس ادفع ان حلها شبايا راجع على اللاحظات كده اخدناها اه كلنا بيتكلم عن الوزن الظاهري لو هو بيساوي الوزن الحقيقي وزن الظاهري ده اللي هو قراءة الميزان لو كان بيساوي الوزن الحقيقي يعني الجسم بيكون ساكن في حالات ثلاث حالات يعني لو كان الجسم ساكن او صعد بسرعة منتظمة او هابط بسرعة منتظمة كل ده ان الوزن الحقيقي بيساوي الظاهري تمام الحالة الثانية لما يكون الوزن الظاهري اكبر من وزن الحقيقي بالجسم بيكون ساعد بعجلة منتظمة او هابط بتقصير منتظم الحالة الثالثة لو الوزن الظاهري لقراءة الميزان اقل من وزن الحقيقي فالجسم بيكون اما هابط بعجلة منتظمة او صعد بتقصير منتظم تمام في الحالة الثانية بقى يا شباب اللي هنا لما يكون الجسم ساعد بعجلة منتظمة او هابط بتقصير منتظم يعني الوزن الظاهري اكبر من وزن الحقيقي بنلاحظ ان الشد او الضغط بيساوي كتلة مضروبة في دال زائد جيم. لو كان الجسم ايه صعد لاعلى. لو كان هابط يبقى الضغط بيساوي كاف في دال ناس جيم. وفي حالة الصعود او الهبوط بنفس العجلة كنا بنقول ان الوزن الحقيقي بيساوي متوسط. يعني الوزن الظاهري الاول زاد الوزن الظاهري التاني يتقسم على اثنين. وحلينا مسائل من ده شباب في الجزء الاول لحد رقم سبعة عشر. هنكمل برضو معنا الورقة دي محتفظين بها يعني ايه? يعني بنحل بها الافكار ورقة ايه عاملها دي. تحول تكتبها عندك وتلخصها. لا تلخيص لايه للدرس بتاعها. ده ساعدنا كتير جدا في حل المسائل. نكمل كده ان شاء الله ونحل. سؤال رقم 18 بولي علقها جسم كتلة تكاف في ميزان زنبرقي مسبت في صقف المسعد. فسجل الميزان القراءة 30 سوق لكيلو جرام عندما كان المسعد صعيدا. صعيدا بعجلة منتزمة قدرها سبعين سنتيمتر حول برج سنتيمتر ويتحول. كده نطلع على المواطعات بتاعتنا في التمرين. المساءة بتاعتنا رقم اه 18 بان كان لشباب 18. هو الجسم كان ايه? كان صاعد. هو صاعد اه كان عندي قراءة الميزان. يعني نقول مسلا نشيل واحد. قراءة الميزان بالسوى 30 سوق لكيلو جرام نضربها في تسعة وتعالية من عشرة وان الوحدات لازم تكون وحدات مطلقة. هنحولها نيوتن. وعندي كان ماشي بعجلة. العجلة برضو وتحول. تقسم يعني على مية. تبقى سبعين على مية. اللي هي سبعة من عشرة متر لكل ثانية تربيع. طيب. طيب ده الحالة الاولى. الحالة تانية سجلت قراءة. عشرين اتنين. بتساوي اربعة وعشرين. هنضربها في تسعة وتعالية من عشر. لكنها كانت سوق الكلو جرام. عندما كانت مصعد هابط. بعجلة منتزمة قدرها جيم. العجلة كانت جيم. اه متر لكل ثانية تربيع. تمام? فعايزين يجيب كافة جيم. طيب. تعالوا يا شباب بنشتغل في الحالة الاولى. اللي عندنا. اللي عندنا تلاتين. هنشتغل بقى بالقانون ده يا شباب. حالة الصعود. دلوة شد بيساوي كاف ده زي ايه. طيب ما هو صاعد. لكن الحالة تانية ده هو هابط. طيب. اه نجيب يعني ان شاء نستفيد من الحالة الاولى اللي عندنا. نقدر نعوض ونكيب ايه نجيب كتلة الجسم. لو جبنا كتلة الجسم نقدر نعوض في الحالة التانية. فاهمين? يعني انت في رقنا 18 هتجيب الحالة الاولى هو صاعد. تكتب القانون ده عشان نطلع كاف. وبعدين تكتب القانون تاني عشان تيجيب ايه? تيجيب بقى مين? هم? في الحالة تانية العجلة. اللي العجلة في الحالة تانية مش موجود. فنشتغل بالقانون الاولاني. عشان نطلع القتلة ونعوض عنها في قانون التاني. اهمين? او الشد اللي هو تلاتين. حالة الاولى بقى تلاتين في تسعة وتعين مع عشرة. ها? بتساوي القتلة بتاعتك. مجروبة. في دال اتسعة وتعين مع عشرة. زائد العجلة اللي هي سبعة من عشر. لقد نطلع العجلة بقى بالقانون حزبة. من تلاتين في تسعة وتعين عشرة زائد. اهة. اهة. تلاتين. اهة. في تسعة وتمانية من عشرة. مقسومة على مجموحهم تسعة وسبعة سبعة وتمانية خمستاشر. اهو. تسعة واحد عشرة يعني عشرة ونص. نحسب القانون. نطلع الناتج معنا. تمانية وعشرين. يبقى كنت لطلع كلمة استاذ تمانية وعشرين في الحالة الاوانية. الحالة التانية بقى هو هابط نقدر ناخد القانون ده. والولاي من الضغط في الحالة التانية اللي هو كان اربعة وعشرين اهو. في تسعة وتمانية من عشرة. بيساوي الكتلة. كتلة سابتة. كتلة كانت كم? طلعنا بتمانية وعشرين. في دال لتسعة وتمانية من عشرة. زائد العجل انت هستجيبه. فتضرب دول في بعض وتقسم على التمانية وعشرين. واللي طلعت تطرح منه وتسعة وتمانية من عشرة. طلعت معنا الحزب يا شباب واحد واربعة من عشرة اللي هي العجلة. دربنا دول في بعض وقسمنا على تمانية وعشرين وطلعنا منه تسعة وتمانية من عشرة. شوف بقى بعد كده اهو طلب ايه في المسألة نكمل معا كده. ده الحال له شباب ماشي. يعني جبنا الكاف وجبنا الجيم. هو عايز ايهو 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 اي مش هلنا 28? 28 في واحد واربعة من عشرة هيديني الناتج اهو تسعة وتلاتين وتنين من عشرة. يبقى الناتج تسعة وتلاتين وتنين من عشرة موجود يا شباب اللي هو الاجابة ايه? جيم نعلم على رقم جيم. فيه من الفكرة? يبقى انت عملت معدلتين في المعدلة الاولى طلعت بينها الكاف والمعدلة التانية عوضت بالكاف هنا عشان تجيب جيم وبعدين ضربت الكاف في جيم بقى وكان عايز اضربهم يعني. طيب السؤال بعد رقم آآ تسعة عشر. بقول لي ازا وضع جسم على ارضية مسعد متحرك لاعلى بعجلة منتظمة جيم آآ متر كل سنة تربية فكان رد فعل ارضية المسعد هو رأى واحد وكان وازا وضع نفس الجسم على ارضية مسعد متحرك لاعلى بعجلة منتظمة اتنين جيم متر كل سنة تربية فكان رد فعل ارضية المسعد هو رأى اتنين. فعزين نشوف من الاجبار. بقى ها رد واحد فعل اول اكبر من تاني ولا بيسويه ولا بيسوي نصه. تعالوا كان حلها. خد لها في الحالتين ما كان صاعد يعني في فراقهم تسعتاشر في الحالتين يا شباب الحالتين بتوعي كانوا صاعد بس كده سعتاشر وضع على الارضية بمتحرك الاعلى بعجلة بانتظمة فكان رد الفعل لارضية المسعد هو رأى واحد ده كان رأى واحد ماشي وكانت العجلة اسمها جيم الحالة التانية بقى وضع نفس الجسم على قضية مسعد متحرك الاعلى بعجلة اتنين جيم طالما التاني العجلة بتاعته اكبر خلاص يبقى رد الفعل التاني هي بقى اكبر لارضية فاهمين يعني انا عم حلها تعاوصنا حلها كده مساء بتاعتنا رقم اه تسعتاشر حلها بقى ازاي هلت بقانون بس قانون ده بتاع الصغوط اللي هو الضغط بيساوي كاف في دلزة يجيب اهو تمام والحالة التانية الضغط التاني طبعا ضرق واحد بقى وضرق اثنين عشان ما تلاحبطش ماشي ده اوراق عادي يعني بيأسر على جسمه هنا كاف كتلة زمهية لانواة نفس الجسم وهنا هي دلزة زمهية وهنا اتنين جيم ها من اللي اكبر بقى رقم اتنين اتنين اكبر من ايه من رق واحد جاء ناخد الاختيار به رقم اتنين اللي اكبر من رقم واحد اللي اختيار به بتاعي فهمنا كده شباب واحنا بنحل ده رقم تسعة عشر طب نشوف رقم عشرين قول المسعد كتلته اربعة طن يتحرك بسرعة منتظمة واذا كان الشد في الحبلة الذي يحمله ستة سقل طن فان المسعد بداخله جسم كتلته بيسوي نقطة ثاني لمحت كلمة اه شايفها كلمة سرعة منتظمة بص الورقة كده تاني طبما الجسم اتحرك بسرعة بمتظمة بقى منتظمة سرعة صعد او هابط فالوزن الظاهري بيسوي الوزن الحقيقي يبقى المسألة متعادتنا رقم عشرين لازم الوزن الظاهري يسوي الحقيقي يعني الاربعة ديت اه كتلة المسعد لازم يتضاف عليها ايه اتنين عشان يقعد للستة ففهمنا شباب بسكرة رقم عشرين الوزن الحقيقي بيسوي الوزن الظاهري طب انت عندك المسعد كان كتلته اربعة تن ده اربعة تن ماشي بيتحرك بسرعة منتظمة فاذا كان الشد في الحبل كتلته ستة تن يعني السوكل ديت ما قمناش دعو بها بقى كانها واحد فانت عندك الشد اللي فوق ده ده المسعد اللي بيشده اللي هو كان الوزن الظاهري كان ست فلازم الاربعة ديت يتضافلها اتنين ده ايه بتحرك بسرعة منتظمة مفيش عجلة اصلا خلاص فاناخد الاختار بتاعنا ايه دال فهمتوها شباب لازم الاربعة ديت ضافلها اتنين عشان ده يكافئ ده لانه بتحرك بسرعة منتظمة لازم الحقيقي بيسوي الوزن الظاهري تمام طيب رقم واحد وعشرين بيقول لمسعد يتحرك بداخله ميزان معتاد زو كفتي ووضع في احدهما فاكهة وزنها تلاتة سوق لكيلو جرام اه فتعادلت مع صنج كتلته تلاتة كيلو جرام لكافة الاخرى فان المسعد يكون يمكن ان يكون نقط احنا قلنا بلاحظة بكده شباب بالنزل الميزان المعتاد في ورقة معنا هي برضو بس كده فيه الميزان المعتاد اهو في حالة الميزان المعتاد الوزن الحقيقي بيسوي الوزن الظاهري في اي وضع سواء بقى ساكن متحرك بسرعة منتظمة متحرك بعجلة فقط جميع ما صابق بقى الاجهة بتاعتي واحد وعشرين اننا ناخد ايه الايجابة ده� العين كان ايه ميزان معتاديل معزان معزان معتاد بتدقي القرار حقي خط الكفة وتوزن فاهمين فالمسعد بيتحرك اه بداخله الميزان اهو معتاد زوج كفته ايه ميزان معتاد الوزن الحقيقي بيسوي الازitable يبقى اه الفاكهة كان وزنها تلاتة كيلو فتعادلت مع صانج وزنه تلاتة كيلو يعني الفاكهة اللي هي ايه وزنها تلاتة كيلو اتعدلت مع ايه صانج كتلته تلاتة كيف. يعني وضعنا شيء هنا وهنا ثم اتعادلوا مع بعض. فان المساعد يمكن ان يكون ممكن يكون ساكن فقط او متحارج بصورة منتظمة او متحارج. ده ميزان معتاد فبيديك الوزن الحقيقي زي الوزن الظاهر. ففي اي حالة يعني من الحالات. خلاص? يبقى حتى الميزان معتاد الوزن الحقيقي بصور الظاهر في اي حالة. طيب السؤال اللي بعده? السؤال اللي بعده رقم اتنين وعشرين بقول لي جسم وزنه هو على مستوى افقي. فإنك قوة المؤسرة على الجسم. خلت بقى كده رقم مدين وعشرين. انت عندك مستوى وهنا الجسم. طبعا بتأثر على جسم الشباب وزنه. ورد فعله. لي اعلى. لكن الضغط ده بيأثر على مستوى. الرغط ده شباب بيأثر على ايه? على مستوى ذه تؤسر على المستوى الافقي خلت بالك. بيأثر على الجسم من الوزن ورد الفعل بس. انت مسلا على الكرسي هاو؟ ضغطك عليه وفيه رد فاعل تمام؟ اصل عليه تمام؟ من يعوزنك لأسفل ورد فاعل الكرسي عليك يبقى الوزن ورد فاعل للمستوي انت عجبة بضغط على niye على الكرسي اللي يدعض عليه ضغط بيأسر على flatten mists we can ووزن ورد فاعل بيكافر باوزن الاسفل ورد الفاعل ايه? لأعلى يبقى جسم وزن واوة على مستوي عفقي فانا قوة المأسعة جسم قوة مين كوة الوزن ورد الفعل. لكن الضغط ده بيقصر على مستوى. يبقى ناخد من? الواو والراء. دي الاجابة جيم. واو وراء. طيب السؤال اللي بعد هو رقم اه تلاتة وعشرين. رقم تلاتة وعشرين يا شباب بيقول لي جسم. كتلته تلتميت اه كيلو جرام يتحرك رأسيا لاعلى. اه بعجلة قدرها تلاتة متر كل سنة تربيع. معلق في حبل معدني. اه لا يتحمل شدا اكثر من اه اتناشر الف نيوتن. فمن اكبر عدد من الافراد يمكن ان يشقاله المصعد بامان ازاي. اذا كان وزن اه الشخص الواحد خمسة وسبعين كيلو جرام بيستوي نقطة. خد بقى في المسألة رقم اه من الحلاش البابل على الدور. تلاتة وعشرين. المصعد عايزين نجيب عدد الافراد الامن وضعهم فيه عشان ايه? عددهم بامان يعني الميزان ايه ما يخدهمش وينزل يعني. فاحنا والله هو كان صاعد لاعلى. طوالما صاعد لاعلى. اخراج بعجلة منتظمة. يبقى انا هقول له ان الشد او الضغط بيساوي كافي دالزا ايه. ده اللي نشتغل بيه. اقول له الشد. ده القانون بتاعنا روح 23. الشد بيساوي الكتلة كلها على بعضها في دالزا ايه. طيب. الشد ده عندك كان مقداره اتناشر الف اه? اتناشر الف ايه? نيوتن. خلاص بتحولة جهازة. طيب الكتلة ايه الموجودة? خد بقى هتاخد كتلة الميزان وكتلة الافراد الموجودة. طيب انت عندك المصعد كانت كتلة 3000 الشباب اهي 3000. زائد هتفرض ان عددهم بنون شخص في وزن كل واحد فيهم كان ب75 كيلو. فاهمين? احنا عايزين نعرف المصعد هيتحمل كلام شخص عشان ما يقع يعني ايه ما يحصلوش ايه تلف. او ما يقعش مسلا هو طالع للحمولة بتاعته تبقى ايه? فلازم الحمولة عشان اجيب عددها والله الكتلة كلها هتكتب. 3000 زائد نون ليه عالية افراد في 75. تمام? كل ده مضروف في الدال زائد الجيم. الدال هي تسعة. وتمالية من عشرة زائد عجلة الجزبية اللي بيتحرك به. المصعد بتحرك بعجلة اللي هي تلاتة. عالية الجزبية هيا الشباب وده العجلة اللي بيتحرك بها الجسم. تاني يا شباب الشد بيساوي كاف ده زائد الجيم. الشد لها اتنشر الف وكتلة هي كتلة المصعد وكتلة اه اه الافراد هي خمسة وسبعين في نون حيث النون عالد الافراد. وما كانوا مسلا عالدهم نون وكتلة اه وزن كل واحد فيهم ايه? او كتلته خمسة وسبعين. ماشي? خمسة وسبعين ضربناها في نون. وهنا تسعة وتمالية من عشرة اللي هي الدال عجلة الجزبية والجيم اللي هي والمصعد كان بتحرك لاعلى بعجلة ممتظمة قدرها تلاتة متر كل ثاني. بس ده شو اللي بقية تصفية معادلات يعني. بتقول له والله انا هحسب ايه اقول له اتنشر الف دي او مقسمها على النتج ده. واللي اطلع اطرح منه ده وبعدين نقسم على خمسة وسبعين ثاني. فمن الطريقة? يعني معادلات. هنا كتلة يا شباب كانت الكتلة كانت تلتمية. كتلة المصعد تلتمية مشتها التلاف. كتلة كانت تلتمية. ماشي. فيبقى اتنشر الف بالساوي الكتلة اللي هي تلتمية زائد نون في خمسة وسبعين. خمسة وسبعين دي كتلة كل شخص في عددهم. كل ده نتروه في تسعة وثمينة من عشرة زائد ده اللي هي العجلة. يبقى يقول له اتنشر الف قسمها على اه المجموع تسعة وثمينة وعشرة زائد تلاتة اللي هي اتنشر وتمينة عشرة واللي اطلع اطرح منه ايه تلتمية واللي اطلع بعد كانت سبي Line خمسة وسبعين. يقول له نعمل كاسر اتناشر الف مقسومه على اتناشر ويتمينة من عشرة. اللي يطلع هنترح منه كام تلتمية. واللي يطلع نوم اسمينه على ايه? على خمسة وسبعين. هيطلع ناتك كام? تمانية ونص طبعا ينفعش تمانية ونص شخص. هقول تمانية شخص. يبقى عدد الاشخاص تمانية. يبقى نوم يتسوي تمانية شخص. عدد الاشخاص تمانية. ده الايه? الوزن الامن يعني. وزن الامن للمصعد. يبقى تمانية. ايه? تمان افراد او تمان ايه اشخاص. تمان افراد. يبقى وعشرين يقول لي جسم معلق فيه خطاف زبورقي آآ مسبت في منطقة تحرك رأسيا لأسفل بعجلة مقدارها خمس على خمس أتمان عجلة الجاذبية الأرضية فإن نسبة وزن الجسم الظاهري إلى وزنه الحقيقي كام إلى كام خد بالك في المسألة اللي معنا الجسم كان ايه كان هابط الجسم كان هابط يعني اقول له ان الضغط او شين بتساوي كافة لنقس جيم طيب حلها المسألة الرقم 24 لدينا الشد بيساوي كاف في دال ناقس جيم تمام طيب انت عندك الكتلة موجودة بقول لك ان العجلة بيساوي خمس أتمان عجلة الجاذبية هتقول له دال ناقس خمس أتمان ايه دال نزل الشد ما هو اللي هو الوزن ايه الظاهري اضرب كاف دال آآ او احسب دي دال ناقس خمس أتمان عشان تبسطها بقى دال ناقس خمس أتمان دال اللي هي تبقى ثلاث أتمان دال يعني الشد بيساوي كاف في ثلاث أتمان دال في كده كده يبقى الشد بيساوي ثلاث أتمان كاف دال يبقى ده وزن ايه ده الحقيقي وده الظاهري يبقى النسبة من من ومن من الحقيقي وعايز الحقيقي والزاهري يبقى نسبة كام الى كام ثلاثة ايه تمانية لو عملنا كده يعني جيبنا ده النحية دي وعايز النسبة من من ومن الظاهري ايه الحقيقي يا استاذ ايه وعايز الظاهري ايه ايه ده الحقيقي طمم عايز الظاهري ايه الحقيقي النسبة موجودة تلات على ايه على تمانية اللي ده يجي هنا في المقام كده تحت وبقى تلات على ايه على تمانية بالنسبة تلات على تمانية يبقى المسألة رقم 24 هناخد الاختيار بتاعنا ايه باق المسألة رقم 16 نصعد كرباء يتحرك رأسيها لاعلى حركة اكسيرية معجلة منتظمة اا مقدارها جين متر كل سنة تربيع مسبت في صقفه ميزان زبورغي اا يحمل جسم من قتلته 35 كيلو جرام اذا كان الوزن الظاهري لازي يبينه الميزان قدره 30 سوق كيلو جرام ان قيمة جين بتساوي نقطة مرجع بعد دولار اتاعتنا شابابها المسألة يتحرك لاعلى بتقصير حركة تقصير ريال عجلة منتظمة اكترها جين تمام عندك الشين بيتساوي كافة ده ازا يجيب له القانونة نستخدمه ان انت عندك المسأل يتحرك رأسيا لاعلى حركة تقصيرية ايه معجلة منتظمة قدرها جين متر كل سنة تربيع نثبت في صقفه ميزان زبورغي يحمل جسم قتلته 35 كيلو جرام فاذا كان الوزن الظاهري لازي وبينه الميزان قدره 30 سوق كيلو جرام في النجيم هنا العجلة هنعود عنها بس يتبقى بالسالب لان هنا ايه العجلة كانت تقصيرية ايه متحرك قطبك حركة ايه لأعلى حركة تقصيرية بعجلة منتظمة العجلة كانت منتظمة كيف فهمت الكلام؟ الجسم كانت تصاعد بعجلة ايه منتظمة بس العجلة كانت ايه تقصيرية عجلة سالب انت استخدم القانون ده بس العجلة تعود عنها بالسالب فهمين؟ البيتاني الشباب والجسم هنا تنصاعد لأعلى بعجلة ايه منتظمة هو القلق الجسم تحرط لأعلى بعجلة منتظمة قدرها جيم بس حركة تقصيرية لما حقك رح حركة تقصيرية عن العجلة السالب لما سأل بتعيتنا رقب 25 قول له رد الفعل يسوي كاف فدال زائد دي ماشي؟ عندك القتلة كانت موجودة 35 وثلاثة والعجلة تسعة وتمانية من عشرة وان العجلة بتبقى زائد ايه سالب جيمة زي ما احنا قلنا رد الفعل عندك يبقى الوزن الظاهري والوزن الظاهري الشمام قال لك تلاتين سوك لكيلو جرامي بقى التلاتين دي هنضربها في كام في تسعة وتمانية من عشرة تمام؟ هنحسب بقى الناتج من تلاتين في تسعة وتمانية من عشرة وبعدين نقسم على خمسة ثلاثة واللي اطلع عن طرح منه تسعة وتمانية من عشرة اول جيمة توداني حتى انا بعكس الإشارة ثلاثين في تسعة وتمانية من عشرة على خمسة وتلاتين بتساوي تسعة وتمانية من عشرة ناقص جيم يعني العجلة بتساوي تسعة وتمانية من عشرة ناقص تلاتين في تسعة وتمانية من عشرة على خمسة وتلاتين ثلاثين. يطلع النتج سبعة لخمسة اللي هو واحد واربعة من عشرة. فبصر شباب. العجلة تطلع واحد واربعة من عشرة متر كل سانية تربية. تختار الايجاب بتاع تكراركم باقي للسؤال خمسة وعشرين. السؤال ستة وعشرين بولي صندوق كتلته سبعين كيلو جرام موضوع على ارض مسعد. كتلته كانت ستمائة وتلاتين كيلو جرام. آآ فاذا تحرك المسعد لاسفل بعجلة منتظمة قدرها واحد واربعة من عشرة متر ستة وعشرين. صندوق كتلته سبعين كيلو جرام. موضوع على ارض مسعد. كتلته كانت ستمائة وتلاتين كيلو جرام. ازلت حركة المسعد لاسفل بعجلة منتظمة طالما تحرك العجلة منتظمة لاسفل. يبقى عند الشد او الضغط بيساوي كاف ده مقس جيم. يبقى هندرس اول حاجة بحركة الصندوق. يبقى اقول له هنا فاذا كان بقول له فاذا كان الوزن الظاهر الذي يبقى هم الميزان قدره ثلاثين سوك لكيلو جرام فعزين اجيبكم الجيم. يعني احنا نعم معادلتين يا شباب. المعادلة الاولى هندرس فيها حركة الصندوق. والحالة التانية هندرس فيها حركة المسعد. تمام؟ نعم معادلتين يعني ونحلهم مع بعض عشان نجيب ايه قوة الشد في حبل ايه؟ المسعد اللي عندي. لانه عايز ايه في المسعدة? عايز اه في التمرين. عايز مقدار الشد في حبل المسعد. طيب. اه حول ده استركز معها كده في ستة وعشرين. اول حاجة احنا قلنا استفادني يعني من ورقة المعاناة ده اهو. طيب ما اقول لك اه 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 اتحرك رأسيا. اه 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 داي ناقة بسيتة وعشرين احددها. حد ستة وعشرين اهو حرك المسعد بعجلة ايه منتظمة الاسفل. اخطباك السندوق هتليده سابعين كيلو جرام. وعندك موضوع على الارض المسعد هتليده سابعين كيلو جرام. حرك الاسفل لانه عند ده الوزن الظاهري اكبر موزن ايه الحقيقي. فانا نقول ده قلون ده نشتغل به. اول حاجة في المساء ستة وعشرين مجم نشتغل اقوله بالدراسة. حركة الصندوق هندرس الاول الحركة بتاعت ايه? الصندوق. اهدى الصندوق اهو فيه رد فعل. وهنا الوزن ده هو كاف فدال. طيب الحركة كانت ايه? لاسفل. طبما الحركة للاسفل يا شباب يبقى انا اشتغل القانون ده هو ضد اوراق بتساوي كاف فدال مقص جيم. الكتلة للصندوق كانت كام لسبعين والعجلة تسعة وتمينة من عشر. والجيم كانت واحد واربعين ايه? واحد واربعة من عشرة متر هي. جاهزة. يعني تقول لك واحد واربعة من عشرة متر. والتالي رد الفعل بيساوي نحسب بعد انا حسبة. اطلع الناتج بالنيوتن. بس هنحسبها سبعين في تسعة. واتمينة من عشرة نقص واحد واربعة من عشرة. هيطلع الناتج خمسمائة وتمينة وتمين نيوتن. تمام? ممكن نحول للسوكل كيلو جرام من احنا نقص مع تسعة وتمينة من عشرة. تطلع ستين. ستين ايه? سوكل كيلو جرام. زي ما انت اجيبت رد الفعل. وبالتالي اقول له ازا مقدار ضغط الصندوق بقدار ضغط ايه اولاد شباب ضغط الصندوق على ارضية المسعد. كان بيساوي ستين سوكل كيلو جرام. يبقى انت اجيبت ايه? ضغط الصندوق على ارضية ايه? المسعد. تاني حاجة هندرس رقم اتنين بقى اقول له بدراسة حركة ايه يا شباب? مرة جاية نجلسها حركة المسعد نفسه. اقول له هنا بدراسة حركة المسعد. بدراسة حركة المسعد. يبقى انت هتدرس حركة مين? الصندوق وحركة المسعد. طب المسعد كتلته? طبعا هياخد الوزن اللي موجود فيه ووزنه هو. طيب هو اقول لك في المسألة كانت المسعد كتلل ستمائة وتلاتين كيلو. والموضوع فيه سبعين. يبقى الكتلة كلها كف شرطة كله على بعضه سبعين زائد تلاتمائة وستين او ستمائة وتلاتين. يبقى كام سبعمية كيلو جرام. تمام? يبقى نفس الحالة برضو هندرس بس المرادة هنحط الكتلة سبعمية مكان السبعين دي. يبقى تعالك الشد يساوي الكتلة الجديدة بس الماكة كف شرطة. فدال موقس جيم. تعال اعود بقى مكان مين? انت اخد دهك في المسألة عايز مين? عايز تجيب الشد. هده اني جيب الشد في الحالة التانية. طبعا الشد اهو يا شباب الصندوق اه معنا. الشد الفوق اهو. وهنا ايه? الوزن لاسفل. اللي هو كاف شرطة في ايه? فدال. اللي ادي ده ده بقى. يبقى ده الشد الفوق اهو. وهنا كاف في دال بس كاف شرطة في دال. لابن انت عندك هنا الشد انت هستحسبه. نحسب الشد ازاي استاذ كاف شرطة? كان سبعمية. وعندنا الدال كانت تسعة تمامية من عشرة. والعجلة اللي بتحرك بها كانت سبتة. واحد وايه? وربعة من عشرة. فبالتالي اهي ديني ناتج ايه شباب. اقول له سبعمية. في الفرق بينهم. تبينينا سربعة وتسعة واحد بتمانية. هو عايز ايه شباب عايز مقدار الشد في الحبل فقط. تمامي. اه ده اللي احنا عايزينه. لكن اه هنا كنا بنجيب مقدار ضغط الصندوق على قضية ايه المسعد. وفي حالتين عندك درسناهم. دراسة حركة الصندوق درسناها. ودراسة حركة ايه المسعد. لان عايز مقدار الشد في حبل المسعد. تقول له سبعمية. في تمانية وربعة من عشرة. يطلع عن ناتج كام? خمس تلاف تمنمية وتمانين. نيوتن. هنحولها بعد السكر. شوفوا هايزة في الاختيارات ايه? بالسكر. تم قسم على كام? على تسعة وتمانية وعشرة. يطلع عن ناتج ستمية. يبقى تاني الشباب لو كان يطالد مني ضغط الصندوق على قضية المسعد. كنت اشتغل بالكتلة بتاعت مين? بتاعت الصندوق. لكن لو عايز الحركة او الشد للمسعد كله باللي فيه. بقدار الشد حد للمسعد يعني الكتلة كلها لبعضها فتحطها هنا. رس وتعوضها. فهمنا? لان السندوق كان بتحرك ايه? المسعد بتحرك الاسفل بعجلة منتظمة. المسألة ستة وعشرين. الاجابة بتاعتك هتبقى ايه ستمية. الاجابة. هو التاني الشباب رقم ستة وعشرين حلناها ازاي? احنا حلنا ستة وعشرين بطرقتين عشان لو كان طلب منك بدل دي هي دي. لان دي جاهد في كتاب المعاصر المسألة زي دي. طالب منها ايه? جزئين. يعني لو هي يجيب لك كزا كزا. فهو مسلا لو كان طالب اه حركة الصندوق. ودراسة حركة الصندوق اللي عندك ان انت تجيب مسعد كلها. لقينا ان الشد بيساوي ستمية سوك لكيلو جرام. في الحالة بتانية اما جينا نجيب الشد خدنا الكتلة كلها على بعضها. كتلة الصندوق وكتلة المسعد جمعناهم في الدكسة المعمية. ودربتها فين? في دا الرئيس دي. لكن لو كان طالب منك ضغط الصندوق على ارضية المسعد كنت اتخذ السابعين بس. يتعندك الحلين اهم. ده حل مين? حل اولين الضغط الصندوق على ارضية المسعد والحل التاني. اللي هو ايه? دراسة حركة المسعد عشان تجيب الشد للموضوع كله. الصندوق اللي جواه. الصندوق اه مسعد بالصندوق اللي جواه. تمام كده? فناخد الاجابة بقى. طيب السؤال اللي بعده رقم اه سبع وعشرين بيقول لي جسم كتلته خمسة وتلاتين كدو جرام. موضوع على ميزان ضغط مسبت في ارضية المسعد. آآ يتحرك بسرعة اربعة متر كل ثانية. وكانت قراءة الميزان تلتمية تلاتة واربعين نيوتن. فان المسافة التي يقطعها المسعد في سبع ثواني. مسألة سبع وعشرين شباب تعال انقارب من الوزن الحقيقي ووزن الظاهر زي ما اتفقنا في اي مسألة جيدنا. يعني مسألة بتاعاتنا دي سبع وعشرين دي. شايفها? هو بيقول لي جسم آآ كتلته خمسة وتلاتين كيلو جرام موضوع على ميزان ضغط مسبت على ارضية المسعد. يتحرك بسرعة قدرها اربعة متر كل ثانية. وكانت قراءة الميزان تلتمية تلاتة واربعين نيوتن. فان المسافة التي اقطعها المسعد في سبع ثواني. خد بالك. احنا قلنا لو شرطة بالسوء يعني الجسم ساكن يعني يتحرك بايه? صاعد يعني جسم يكون ساكن او صاعد بسرعة منتظمة او هابط بسرعة منتظمة. فاهمين? فاحنا هنقرر الاول. بين قراءة الميزان. وايه? والوزن الظاهري. يعني شرطة. عشان نشوف انا حالة من التلاتة. ما جايز دول يساوه بعض. وبعدين اصلا هو عز المسافة. المسافة هذه هتجي نجيبها ازاي اصلا? هنجيبها لما يتحرك بايه? بسرعة منتظمة. فتبقى العجلة بساو صفر. يعني فيها الساو عين في نون يعني. فاهمين? طيب تعال بس كده نفكر كاف المسافة سبعة وعشرين مع بعض. سبعة وعشرين ها. هو كتليطة وخمسة وتلاتين. يبقى هنجيب بكاف دال. هقول له كام? خمسة وتلاتين في تسعة وتلاتين من العشرة. ده لوزن بتاعه يعني. هنضرب خمسة وتلاتين في تسعة وتلاتين من العشرة بالآن هنشوف خمسة وتلاتين في تسعة وتلاتين من عشرة. دي تلتمية تلاتة واربعين نيوتن. لاحظ ان تلاتة تلاتة و第三 و �توا على بعض أيها الشرطة ، ده هو .. شركة بطل frost طالما هو الشرطة يتسوي هو .. يعني منتص read willござ state مفت清楚 donc number jouts لازم تقارن في ايه مسألة جدك بين الوزن الحقيقي والوزن ايه الظاهري تلعو زي بعد خلاص بيتحرك ايه بسرعة منتظمة طبعا الحاجة بسرعة منتظمة انا اجلب صفر يعني فيه بسوعين في نور اهي تمام شوف التمرير اللي بعده رقم اه تمانية وعشرين بول مصعد كهربائي كتلته بما فيه تونمائة كيلو جرام بسرعة ابتدائية متين وعشرة سنتيمتر فاذا كان مجدار الشد في الحبل الذي يحمله لا يزيد عن الف وماتين سوق لكيلو جرام فان اصغر مسافة يتحركها المصعد حتى يقف سواء ايه كم سنتي نرجع لورقة بتاعتنا تاني اهو المصعد قتلته كليل تمنمائة ويهبط بسرعة ابتدائية مجدارها متين وعشرة سنتيمتر فاذا كان مجدار الشد في الحبل لا يزيد عن الف وماتين فان المسافة اصغر مسافة يتحرك بها اخد بدك وهيهبط بسرعة فين ها الجسم اللي عندك كتلته بما فيه بثمنمائة ومقدار الشد في الحبل لا يزيد عن الف وماتين يعني الوزن الظاهري كان اكبر من وزن الحقيقي طالما الوزن الظاهري اكبر وزن الحقيقي وهو هنهابط المصعد كان هبط يا اسيزو الله صحيح يتقرى كده مصعد كهربائي كتلته يهبط اه هابط يبقى انا هاخد ايه الشد بيساوي كاف دال اه نايس جيم اه دي هابط فهمتوا يا شباب اول حاجة في المسألة بنعملها لما يجي نحل بنقارن يا استاز بين واو شرطة وايه واو فطالما يا استاز واو شرطة اكبر من واو للمسألة رقم تمانية وعشرين يبقى احنا على طول عينة تيجي هنا اشوف بقى صعب الله هابط لو صعد اشتغل بقانون ده ورقة ليبقى في دماغك حافظها في دماغ زي اسمك بالضبط مش شباب يعني انا بأكد عليها تمام انا كنت شرحت فيديو كده في الملحظات وباكملو معكم عشان ايه اللي ما شو اخبرو من حاجة فدي ورقة مهمة جدا لخص فيها كل حاجة في الدقس ما تلخص في ورقة دي تمام فالمهم حاجة دماغك شرطة لنا اكبر من واو يبقى انت هتقول له ايه صعد الله هابط بتاخد العلاقة ده هاي تقول له من الضغط بيساوي كاف ده النقس جيم خلاص طيب المصعد هابط يعني الشد اقول له بيساوي وعايز بقى ايه عايز في المسألة المسافة طيب الشد بيساوي كاف ده النقس ايه نقس جيم تمام كده شباب طيب انت عندك الشد اللي هو كان ايه الوزن الظاهري ها كان كام الف وماتين سوق لكل ورامية واستاذ هنحاولي انه يتل نضرب في تسعة وتمينة من عشرة طب الكتلة كلها بما فيها قالك تمنمية وده لتسعة وتمينة من عشرة والعجلة ها العجلة ايه مش موجودة ليه اصلا بنعمل كده عشان طلع على العجلة لانه اجاب لك سرعة ابتدائية وعايز مسافة ما تقول لهم انت رباب السماعي بتدائية تربعة زي اتنين جيم في فاة وطلع على المسافة بتعتد قروة تالت فاهمين ها يبقى انا استعاد رب ده في ده وقسم على تمنمية واللي يطلع اه ام طرحه من كام من العدد بتاعي اللي هو التسعة وتمانية من عشرة اهو والله الف ومتين الف ومتين هين بص معاك انا مشتغل الف ومتين في تسعة وتمانية من عشرة يساوي على التمنمية اصابنا على تمنمية هم طلع النتج ده اربعتاشر وسبعة من عشرة العجلة اتعدي بعكس الاشارة والرقم ده ايه هيتطرح منه يعني اقول له تسعة وتمانية من عشرة خد بالك العجلة تطلع بكام عدد سالب يعني هتطلع على العدد سالب لان ده يطلح كيونا الصغير ما فيش مشكلة انا اعملها تاني كده لانه في تقصيرة عنده بيحصل خد بقى لحد ما يقف الجسم يعني فاهمين فالعجلة هتطلع بالسالب ما فيش مشكلة انا اهو يا ولاد هكملها معاك اهو اسمت على تمنمية وبعدين اقول له ايه اود الجيم هنا بالموجبة هون هون جايب ايه يعني الجيم هتيجي هنا والتسعة وتمانية من عشرة دي هيتطلح منها اربعتاشر وسبعة من عشرة واللي هو ناقس اربعتاشر يعني نسعة تسعة وتمانية من عشرة ناقس esimerkين يعني غدين واخلص وبش مشكلة هنا سبعتاشر ناقس تمانية بتسعة تحكي حقت سالب وهنا تلاثتاشر واحت 49 وinquennatracع من عشرة مجر لكل سنة تربية انت جيبتي العجلة تقول له يجب ان تربيه يتساوي. عندك ايه تربيه زي الاتنين جين فيه. عندك انها بصفر. عندك انه وقف. عيلة دقيقة كان يجابها بامتين وعشرة. شايفها في المساءة? ها? واسخد بقى كأستاذ لسنتيمتر. ها? لسنتيمتر المسافة. تمام? المسافة عندك ايه بالسنتيمتر? مش مشكلة. السرعة يعني كانت اميزها ايه? اه سنتيمتر كل ثانية. هو عايز اصلا بالسنتيمتر كل ثانية. زاد اتنين في العجلة اللي هي سالب اربعة وتسعة من عشرة. متر كل ثانية تربيه دي تحولها بقى لسنتيمتر بالمرة كلا انت بتشتغل. يعني عينك على التحولات. تبقى سالب ربعمية وتسعين سنتيمتر كل ثانية تربيه. دي العجلة. يبقى هنا سالب ربعمية وتسعين حولناه وضربناه في ايه? في مية. فاحنا كده عملنا العجلة اهو. كل ده مضروف في مين في فيه. اقول تاني يا شباب عشان اللي مش فاه. استخدمنا قانون التالت. يعني تربية بسعين في دقيقة تربية زادة انجام فيه. يعني هيها بصفر. عين في دقيقة بمتين وعشرة. بس دي سنتيمتر كل ثانية. والعجلة حولناها لسنتيمتر لانه يطلب اصلا المسافة بالسنتيمتر. فجعلناه دليل يروح متين وعشرة تربيع. وتقسم على اتنين في ربعمية وتسعين. طب اروح بالسالب وسالب يروح مع بعض. فتبقى متين وعشرة تربيع. نعمل كسرة اهو. اقول له متين وعشرة تربيع وتحت في المقام اول اتنين في ربعمية وتسعين. يدين نهاية الخمسة واربعين. يبقى المسافة تطلع خمسة واربعين سنتيمتر. دي المسافة اللي هيتحركها المصعد حتى يقف. يبقى من اصغر مسافة هي تحركها المصعد حتى يقف. يدينها خمسة واربعين ايه سنتيمتر. لو انه يقف شوية استفادنا ان السرعة نقيها بصفر يعني. وطلعنا العجلة من القانون. فاكرين. فاكرين قلت من شوية احنا منقرن من هون شرطة لو كانوا بيساعد بعض بقى ثلاث حالات. يا اما الجسم الساعد بسرعة منتظمة. يا اما هابط بهابط بسرعة منتظمة. لو شرطة قد اكبر من واو. يا اما الجسم ساعد بعجلة منتظمة. يا اما الجسم هابط بتقصير منتظم. لو شرطة قد اقل من واو. يا اما هابط بعجلة منتظمة. يا اما ساعد بتقصير منتظم. وفي حالة الميزان المعتاد الواو بيساعد شرطة. ولو كان عندي الواو شرطة اكبر من واو عندي حالتين. لو كان صعد يبقى الضغط بيساوي الكتلة. ده زي الجيم. ولو كان هابط يبقى الشد بيساوي كافي ده. الشد هو الضغط هو الوزن. حاجة اللي بتأثر على الجسم يعني. وقلنا اللي في حالة الصباحة او الهبوط اه بنفس العجلة ان الوزن الحقيقي كان بيساوي الوزن الظاهير هو صعد. زي الوزن الظاهير هو هابط الجامعة وتقسم على اتنين. تجي المتوسط بتاعهم. ده الملاحظات ده الداس كله يعني. تمام? تعال نشوف مسألة تسعة وعشرين. نبقى المسألة بتاعتنا بقى عشان نرجع عشان ما ننساش نعلم على الاجابة خمسة واربعين تاخد جيم. خلاص فاشتغلنا بالقانون بتاع الهبط وعوضنا فيه وطلعنا العجلة. وبعد ما طلعنا العجلة هنقولت عازة اجيب المسافة العجلة حولتها لسانتي. وعملت القانون عين تربية بالساوي عين بتدقي تربية زي الاتنين فيه. طلعت بينه ايه المسافة بخمسة واربعين سانتي متر. السؤال تسعة وعشرين مسعد بداخله سيدة. كتلتها تلاتة وستين كيلو جرام تحمل على كتفيها طفلا كتلته سبع كيلو جرام. تحرك المسعد رأسيا اللي اعلى بعجلة مقدارها امتين خمسة واربعين سنتيمتر كل سنة تربيع. فان ضغط الطفل على كتف السيدة بيساوي نقط سوك لكيلو جرام. قبل نتقلنا الشباب الورقة معنا هو. رقم تسعة وعشرين. المسعد كان طالع ولا هبط ولا نازل طبعا صعيدة هو. بقول لك لأعلى. باخد القنون دهو. اللي كان بتحرك ايه? بعجلة. مسعد بداخله سيدة كتلتها تلاتة وستين كيلو جرام على كتفيها طفلا كتلته سبع كيلو جرام تحركها مسعد الاعلى بعجلة مقدارها متين خمسة واربعين سنتيمتر بعجلة منتظمة الشباب هي موجودة. بقنا ناخد ايه? قنون اللي عندي ده. ماشي? طيب عايزين نجيب ضغط الطفل على كتف السيدة. طيب هناخد هنا نحلها بطريقتين لو كان طالب انك ضغط الطفل على كتف ايه? المصعد. الشباب دي متفكرنا بحاجة. حاليا مسألة زيها بشوها بس جاء الطفل ومعه سيدة يعني سيدة اشان طفل. ممكن يعني يقول لي يعني فاهمين? يعني انت عندك مسعد زيها مسألة المصعد هو فارغ والمصعد وفيه كتل. زيها بالزبط. فانا ها حدوكم بالطريقتين عشان في الامتحان لو كان طلب منك. ضغط الطفل على كتف السيدة او ضغط السيدة على ارضة المصعد. انتفقنا? انتفقنا. تعال. ايه الفارق يا سيد بن ديو والله في الحالة الاولى لو انا مسلا هجيب ضغط الطفل يعني هاخد وزن اللي وزن الطفل. او احطت هنا الوزن بتاع الطفل بس احطه هنا. في دازل الجيم. ولو اجيب ضغط السيدة ااخد وزنه. وزن ايه? وزن السيدة اللي هو كان مثلا في المسألة كان. وزن السيدة. واللي معها لان ما تجيب ضغط السيدة هيبقى هي والابن مع بعض. الاتنين بدغطوا مع بعض. فاهمين? يبقى تاخد السابعة زائد الثلاثة وستين تبقى سبعين. ده ضغط السيدة. لكن لو عايز تجيب ضغط الطفل الوحده تاخد وزن الطفل اللي هو معندك. لان انا عايز انا في المسألة ايه? ضغط الطفل على كتف السيدة. فاهمين الكلام? ضغط الطفل على كتف السيدة يبقى تاخد كتلة الطفل. كتلة الطفل بس تحطه. تمام? انا هحلهاك اهو حالا بالطرقتين. اول حاجة هجيب المطلوب اللي هو عايزوا واجيب المطلوب التالي عشان لو في الامتحان عكس بدلا يتم اقل этого ضغط الطفل على كتف السيدة ام قيل ضغط السيدة على ارضات المسعد. فاهمين? ايه ان السيدة شايلة الطفل عليها. فالطفلة بيضغط على ايه على كتف السيدة مش بيضغط على المسعد. فاهمين? لكن لما اجيب ضغط すيدة هجيبه السيدة والطفلة مع بعض على ايه على ارضات المسعد. speech الشباب عشان م giggles اخبرش بهدوق كده كده. هو اول حاجة زم كما قلنا كان بتحرك في الأعلى والأسفل كان بتحرك لأعلى يبقى انها الشغل بالقانون اللي هو الأولين هاو تمام تعالوا معنا نحلل المسألة هون نكتبها رقم ايه تسعة وعشرين اقوم قيلوا والله ضغط الطفل ضغط من الطفل على كتف السيدة الطفل كانت كتلته كام سبع يبقى القانون هولو الضغط بيساوي الكتلة بتاعة الطفل في دازع الجيم لانه كان بتحرك لأيه المصعد لأعلى يبقى تاخد ضغط الطفل تاخد كتلة الطفل في ادائة هي تسعة وتمير من عشرة والعجلة هي تنين وخمسة واربعين من مية نحسبها على الحزبة تطلع معنا خمسة وتمانين وخمسة وسبعين من مية نيوتن نحولها للسوك للجرام نقسم على تسعة وتمانية من عشرة تطلع معنا تمانية وخمسة وسبعين من مية سوك للجرام خلاص دي لإجابة بتاعتنا موجودة هي بالسوك للجرام ليا الإجابة به طب يا أستاذ لو كان عايز ضغط السيدة على ارضية المصعد على ارضية المصعد لا يجب اهلك وهو بالمرة عشان لو في الامتحان ما يخبش رجال الطفل جبلك ضغط السيدة على ارضية المصعد يبقى انت في الحالة دي هتاخد الكتلة كلية كتلة السيدة اللي هي كانت اه اه وزنها تلاتة وستين كيلو ها طبعا القانون ما مشها بابل مش تقلبي ها زائد كتلة بتاعت الطفل اللي هي سبعة كل ده مضروف تسعة وتامنة من عشرة زائد العجلة اللي هي اتنين وخمسة وربعين من مية تحسبهم بقى تبقى هنا سبعين وهنا تجمع حط صفر خمسة احتمانية واربعة اتناشر عشرة واتنين اتناشر يبقى سبعيد في اتناشر وربع وبطلع الناتج سبعين في اتناشر وربع سبعين في اتناشر وربع تضع معنا الناتج تمنمية سبع وخمسة ونص اهو تمنمية والتمييز نيتان عايزين نحول سد سوك لبره وتقمسم على تسعة وتمانية من عشرة يطلع معاك الناتج اهو سبع وتمانية وخمسة من عشرة اهو سوك لكلو جرام فاهمنا يا شابال فارق بن دولي يبقى لو كان طالب ضغط السيدة على قرض المصعد يبقى كون هناخد اهو تمانية وسبعين ونص ماشي لو في الاختراف لكن هو طالب ايه ضغط الطفل ضغط الطفل على السيدة يبقى اخد سبع في ايه في التسعة وتمانية عشرة زيادة اتنين وخمسة وربعين مية هياخد الاختيار ايه بقى? تعالوا شوف السؤال اللي بعده رقم تلاتين وده اخذ السؤال معنا قبل سؤال البكرات قولي رجل كتلته اتنين وسبعين كيلو جرام يقف على ميزان ضغط ويحمل على يده صندوقا كتلته اتنين كيلو جرام فازا حرك الرجل فازا حرك الرجل السندوق رأسيا الى اعلى بعجلة قدرها 490 سنتيمتر لكل سانية تربيع فان قراءة الميزان اثناء حركة السندوق وتساوي نقطة سوكرا كيلو جرام كده يا شباب الرجل كانت كتلته اتنين وسبعين في المسألة الرقم تلاتين كتلته كانت درجة مكام تلاتين اهيت الرجل كتلته كانت اتنين وسبعين كيلو جرام يقف على ميزان ضغط يقف على ميزان ضغط ويحمل على يده ماسك في ايده صندوق ماسك صندوق اهي شباب كتلته كتلته كتلت الصندوق اتنين كيلو جرام فاذا حركوا الرجل للصندوق رأسيا الرجل مسك الصندوق وحركوا رأسيا الى اعلى حركوا الصندوق الى اعلى بعجلة قادرها 490 سنتيمتر كل سانية تربيع فان قراءة الميزان اثناء الحركة طيب خد بدك من حاجة احنا عايزين نجيب ايه في المسألة عايزين نجيب كراءة الميزان اللي واقف عليه الرجل طب ما احنا عندنا حاجتين كده يا شباب في حالة للصندوق وبالنسبة ليه ليد الرجل يعني في ضغط يضغط على يد الرجل السندوق ضغط على ald يد الرجل يعني صندوق ده يضغط على ايد الرجل والرجل والصندوق يضغط على الارض تعالا كده نحسبها بالنسبة للصندوق ان يقوم التوير يريد الحالة بالتوير سيقوم بتنوع كتلة كتلة الصندوق 2 يعنيbuch كتلة الصندوق صندوق 2 تسعة عامل عشرة لان هنحول معي يبقى تنين شباب رجل كتلته 72 كيلو جرام يوقف على ميزان ضغط وماسك في ايده صندوق كتلته 2 كيلو فاذا حرك الرجل للصندوق رأسيا يعني رجل كان وقف سابت في مكانه وحرك للصندوق رأسيا الى اعلى بعجلة مقدارها 490 عايزين نجيب كراءة الميزان هايب عندي حالتين اول حاجة بالنسبة للصندوق هنجيب رد الفعل الوزن الظاهري للصندوق وهو متحرك ومن الموجود يعمل أدرس الصندوق اقول له 2 مضروبة في 9 و8 من 10 زائد 4 و9 من 10 نحسبها ونظر الناتج 2 في 9 و8 و17 10 و14 و14 2 في 7 و14 2 في 4 و8 و1 29 و14 نيوتن هذا رد الفعل الصندوق هذا الوزن الظاهري للصندوق ومتحرك. 29 وربعة من عشرة سكر. لا. 29 وربعة من عشرة نيوتر. نحاول للسقل بقى. تمام? لانه اعزنا بالسقل اصلا. يوم قسم على 9 و8 من عشرة. قلو 29 و4 من عشرة على 9 و8 من عشرة تدك تلاتة. يبقى رد فعل. رد فعل للصندوق. يبقى حدنا بندرس ايها شباب اول حاجة. رد الفعل بتاع الصندوق. ها رأى للصندوق. رأى للصندوق. اول الحالة التي تدرسها. تجيب رد فعل من الصندوق. هيطلع تلاتة ايه? سكل كيلو جرام. طيب الصندوق ده بيضغط على مين? بيضغط على ايد الرجل. اقول له اذا. الضغط على يد الرجل. هيساوي تلاتة سكل كيلو جرام. وبالتالي قراءة الميزان. قراءة الميزان هتبقى بكامية او استاذ. هتقول له قراءة الميزان. عبارة على الثلاثة. لان الرجل وقف في مكان. وهنا قد بقى وزن طالما اقبص بفهم كيف هي مسألة. مسألة فها شقيا. الرجل ساكن. فطالما ساكن. لطلع على نزل يبقى ده وزنه الحقيقة هو الوزن الظاهري. فاهمين? فقراءة الميزان هتقوم واخده الكراءة بتاعت مين? بتاعت الرجل اللي هتلو سبعين. وكمان كراءة مين? كراءة مين يا شباب الصندوق. اللي هو ايه? كراءة الظاهرية للصندوق اللي هي تلادي. فهتبقى كراءة الميزان كله 75 سوكل كيلو جرام. ثانية يا استاذ اللي عشان مش فهمها. هفهمهاك بهدوءها. احنا قلنا من شوية. في ورقة كده كتنا معنا هاي برضو نجيبها. اهو. فكلم ما اسألة الميزان المعتاد. اهو. الوزن بسال وزن الظاهري. يعني طالما الجسم ساكن. ما تحركش. في مكانه. الوزن الحقيقي هو وزن الصاهAir. justify. ت 의� affirming الرجل كان وقف على الصندوق كده. فالميزان ده ميزان. يوجد راجل وقف. ههو. رجل اللي وقف على ميزان. يوجد راجل اللي هو الاقف على الميزان عندي ده. ا اول مقاف على الميزان في وزن الحقيقي هوا وزن الظاهري. يعني الوزن بتاع الرجل كان بكام با 2 و violations كيلو جرام. كان كان ماسك سندوق بيطلعه الفوق. السندوق لما تضع يجبونا الوزن الظاهرا Ethid الظاهر يعني. جبنا الوزن الظاهر مين للسندوق. فقلنا كاف ده زي جيمل هي اتنين. هي كتلة السندوق في تسعة وطمئنة امان عشرة زيت اربعة وسبعة وسبعة امان عشرة. شباب احنا بندرس حالتين. الرجل هو ساكن في مكانه ما تحركش. يبقى الميزان. الميزان ده شباب ميزان. حاجة بنوزن عليها هجر وشهي الصندوق. بس الصندوق بيرفعه لفوق. هو بيرفع الصندوق لفوق في وزن ظاهر حصل للصندوق. الوزن الصاري يبقى ثلاثة كيلو. ثلاثة سكر كيلو جرام. ليه ثلاثة كيلو يعني. تمام? فتبقى قرأة الميزان ايه? الميزان اول ما راجل يقف عليه هيبقى وزنه اتنين وسبعين. والصندوق مش هيبقى كتلته اتنين. السندوق كان كتلته اتنين. بس هيبقى وزنه يتحرك لفوق. ها? هيتحرك لفوق يا استاذ. هيبقى كاف دال زي جيمل. يعني تبقى اتنين ما تضلها في تسعة وتعامين من عشرة زيادة دربعة وتعامين من عشرة يطلع بايه? بتسعو اتنين وربعة من عشرة نيوتن يعني تلاتة سكر كيلو جرام. اتمنى اكونوا فهمتوا المسألة اوضحها تاني يا شباب. ها? الرجل عشان ساكن. فلما يوقف على الميزان معهش حاجة خالص. هيبص الميزان لقى الكراءة اتنين وسبعين. لكن الميسك صندوق في ايدو ويرفعه. فالصندوق هو بيرفعه وزنه تغير. بقى وزنه ايه? تلاتة سكر كيلو جرام. جبناها ازاي قلنا كاف دال زي جيمل. كتلته اللي هي باتنين في تسعة وتعامين من عشرة زيادة دربعة وتعامين من عشرة. طلعت الكتلة بالديوتن حولها للسكر كيلو جرام. اتمنى تسعة وتعامين من عشرة. طلعت مين? ها? طلعت كراءة السندوق. يبقى الميزان هيبقى الكراءة عليه بقى ايه? كراءة الرجل هو ساكن. والسندوق اللي اتحرك اللي هو ثلاثة بقت كله كام بخمسة وسبعين. كده احنا خلصنا المسائل. لما كانوا ثلاثين مسألة نشوف ان شاء الله مرة جاية مسائل على البقارات. اتمنى اقولوا فهمتوا يا شباب. وربنا وفققوا دايما. اه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. او كان في خطأ او نسيان او سهو فاعزرونا. وربنا وفققوا دايما. اتمنى اقولوا فهمتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.